أسئلك سؤال أنت شنو أكثر فاكهة تحبت أكلها؟ يعني أنا عن نفسي مثلا أكثر فاكهة أحبها الطماطة وات؟ الطماطة؟ ليش أنت ما تدر الطماطة فاكهة؟ نعم الطماطة من العلماء صنفوها إلى صنف الفواكه وليست مع صنف الخضروات بس السالفة العجيبة مو هنا السالفة العجيبة اليوم أنا جايب لك طماطة أنت ما شايفها طماطة ما مطروقها طماطة ما تيقو نشوف اليوم جايب لك الطماطة السودة تبس تخيل طماطة سودة حرفيا هاي الطماطة مو خايسة لكن هاي طماطة مهجنة وأول ما نزرعت انزرعت بأمريكا وحاليا تنزرع بجنوب أوكرانيا فعزيز المشاهد خلوا نجرب هاي الطماطة ونجرب الطماطة العادية بس هوب انت عبالك الطماطة ما بيغير بالذن النوعين غلطان انت نفر غلطان لان اليوم جايب لك الطماطة البرتقالية وجايب لك الطماطة الصفرة شوفها صار علي شكل دعبلة وجايب لك الطماطة الحمرة الصغيرة فعزيز المشاهد قبل لنجرب الطماطة ونضوقها ونشوف شنه الفرق اليوم الحلقة كلها فواكه اليوم جايب لك أغرب فواكه بالعالم اليوم الحلقة بيها فواكه بس بالحلم تشوفها وكلها مستوردة من دول آسيوية وأوروبية وصرفت عليها نفلوس فقبل لنبلش بالفيديو لك لا تنسى سوي لايك حجية أذا لم تشتركها بالقناة وقاعدة تشوف إيني ولم تسوي حساب سوي حساب واشتركي بالقناة يلا لك التمثل كل مرة رح جيب فواكه هالمرة لأتجيب حلويات وباوع على ويهي المين شبع منه أوكي شباب خلونا نفتح الطماطة العادية ونشوف شنه شكلها من الداخل مثل ما قاعدة تشوفون طماطة طبيعية الشكل يعني شكلها معروف تعالوا خلي نجيب الطماطة السودة متحمس أشوف شكلها من الداخل بسم الله أوكي أوبا قاعدة تشوفون الفرق تحسوها طماطة خربانة بس هي ما خربانة يا عيال خلونا نضوق الطماطة العادية مالتنا وبعدين نضوق الطماطة السودة ونشوف شنه الفرق بسم الله طعم طماطة عادي مثل أي طماطة خلونا نضوق الطماطة السودة يا عيال بسم الله أحسها حلوة أكثر من الطماطة الحمرة الطماطة الحمرة تحسوها حامضة بينما الطماطة هاي بيها حلاء زايدة حلوة شباب تحس بيها شكر ما أقول لك الطماطة فاكهة ما الصدق تعالوا هسا خلو نشوف الثلاث طماطيات هذني واحدة منه المدعبلة واحدة برتقالية واحدة حمراء بس صغيرة خلونا نجرب الطماطة المدعبلة بسم الله واو لك هاي رهيبة تحس نفسك ما قاعد تأكل طماطة تحس نفسك قاعد تأكل اشي يقول لك قوجة مم 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 وهسا خلو نجرب الطماطة البرتقالية بسم الله تحسوها حامضة اكثر طماطة بيها حموضة بس يا أخي طعامهن تحس يختلف عن الطماطة العادية يعني إذا تضوقهن راح تشوف الطماطة من غير زاوية سيقلوا لنخبصنا بالطماطة تحول على غير فاكع ثواني ثواني بس غلوا نضوقها الحمرة بسم الله دعا هاي تشبه الطماطة الحمرة مالتنا تقريبا نفس الطعم ومكشي بحلقية على فكرة السعر مال باقي الطماطة المختلفة أكيد أغلى من السعر مال الطماطة العادية لهذا السبب الناس تفضل الطماطة الحمرة لأن الطماطة السودة بسعرها كلش غالي تعالوا خلوا نروح على الفاكهة اللي بعدها الفاكهة اللي بعدها هي فاكهة التنين يمكن أكو هاي بيكم سامع بهاي الفاكهة ويعرفها ونوعا ما بهالفترة صارت مو فاكهة غريبة بس الغريب بالموضوع أنا ما جايب لك بس هذا النوع لا جايب لك هذا النوع اللي هو من الداخل أبيض وجايب لك هذا النوع اللي هو من الداخل أحمر وجايب لك نوع ثالث نادر اللي هو فاكهة التنين الصفرع متحمس أضوغهن لأنه أنا أول مرة رح أضوغهن وياكم هسه بسم الله خلونا نفتح فاكهة التنين اللي بداخلها أبيض أوكي بسم الله أنا ما عرف شو تنفتح أصلا هفتحها هي تشي لو افتحها بالنص والله ما عدرا افتحها بالنص لو بالطول خلنفتحها بالنص يا عيال بسم الله أوكي أوبا باع المنظر باع 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 شوف المنظر يا عيال شوف خلونا نحط هاي على صفحة وهسه خلنفتح فاكهة التنين اللي بداخلها أحمر بسم الله أوكي أوبا باع الشكل باع الشكل يا عيال ده شوفون الفرق سبحان الله رب العالمي جد خالق فواكه غريبة يكون أصلا فواكه لحد هسا الانسان ما ميكتشفها خلونا نحطهن على صفحة وخل هسه نفتح فاكهة التنين الصفرة ونشوف شنو بداخلها بصراحة ما عرفت شنو بداخلها وشنو اللون اللي بداخلها سراح اكتشفها قدامكم بسم الله أوكي أوبا أوه هاها بياضة أوه بس اللي لاحظت باع الفرق شوفوا هاية وشوفوا هاية هاية اللي بداخلها الحبوب أكبر من هاية ده تلاحظون؟ خلونا نجرب بالبداية العادية المعروفة نقول بسم الله نفتحها من أنا أنا ما عرف شون تنفتها أصلا بس اعتقد لازم انقشرها آه ها منها شوفوا شوف 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 مقشرتي قديماني بسم الله أوكي آه طلعتها شوف شوف فاكهة التنين هسه يجي مرحلة الضوغ بل كترة تطلع حلوة بسم الله أوماي قاد ما عرف طعامه يشبه الكيوي أو يشبه التفاح ما عرف أكفت شي غريب بالموضوع بسم الله اممممممم طعام غريب ما عرف ما عرف شو نصف لكم بس طعام بين الكيوي والتفاح شك شق على فكرة الفاكهة كلش غالية وذن الصنفين بعض اغلى أوكي هسا خلونا نجرب فاكهة التنين الحمره نفس الحالة نفتحها هيتشي ونقشرها لعابا حقوي شنها شوندر شوف 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 واي اللباح شو كلها من موطي شباب شوف شباب وإسه يجي مرحلة الضوغ خلونا نقارن ياه الاطيب البيضة اللي هو الحمراء بسم الله او ماي جود طعمها شلغم ماعرف شو اشضع لكم بس او ماي جود ماحبيتها اي اي شباب الاطراف مالتها فاهية والداخل مالتها فتش شلغم اوكي اوكي خلنحطها هنا هنا على صفحة البركة بيتش يا الصفرة البركة بص صفرة خلونا نشوفوا الصفرة شنو طعمها بسم الله الصفرة تحسها اقوى يعني قوامها قوي القشر مالتها اقوى من العادية بسم الله او ماي جود باعد داير ما دايرة تحس اكو قطن تحس الغلاف مالتها قطني شوف الحبوب مالتها اخ يارب تطلعين طيبة مثل البيضة باطول البيضة طيبة بسم الله شنو هاي اتشق شق شباب طعامها مثل البيض بس الحلاة مالتها بعد مضاعفة اكثر واو لا شباب هاي الصفرة تفوز اطيب وحدة من فواكه التنين من نتيج تشتري فاكهة التنين جيب الصفرة واو الحامرة انا اقول لك لا تشتريها اللي بداخلها احمر لا تشتريها اشتري الصفرة لو ذيك العادية اللي بداخلها ابيض ونروح للفاكهة اللي بعدها رهيبة لك رهيبة تمام شباب الفاكهة اللي بعدها فاكهة كلش غريبة يعني يمكن من اغرب الفواكه اللي انا شفتها بحياتي اللي هي فاكهة الثعبان الشغلة الغريبة بهاي الفاكهة انه شكلها يشبه راس الكوبرة الافعة الثعبان شوفوا تحسها ظهر مال كوبرة تشوفون يا شو بس عبالك هاني لازم حية وحتى ما لمسها شباب تحسها جلد مال ثعبان متحمس اضوق هاي الفاكهة هاي الفاكهة على فكرة تنزرع باندونيسيا فاجتني من اندونيسيا وسعرها اكيد غالي تمام شباب خلونا نفتح هاي الفاكهة ونشوف شنو شكلها من الداخل ماعرف مني نفتحها بسم الله اوكي طمام وات شو شكلها شنها ثوم سبحان الله باعوا شباب شافين من يتقشر الثوم وات باع جلدها هاهاهاي شنها جلد مال حية شوفوا شباب من قشرتها شافين الحية مني تبدل جلدها جلد مال حية حرف مين باع بس السالفة العجيبة باعوا شباب شنها فصوص مال ثوم شبابا خلنشتمها وات ريحتها ريحت تفاح بس خلنجرب طعامها ونشوف نقول بسم الله طعامها يشبه طعم الاناناس بس حلو زايد ما بيحموضة بها نواية بداخلها نواة بس يا أخي شنها ثوم أول ما فتح عدة شفتوا طعامها الاناناس شباب الاناناس بس حلو سبحان الله بس الشغلة اللي صدمتني القشر مالتها عمي صدق حيه لا تاكل حيه ش كم واحد بيكم ضايق فاكهة الثعبان اكتبلي بالتعليقات خلينروح على الفاكهة اللي بعدها اليوم أشبهكم فواكه الفاكهة اللي بعدها هي فاكهة أول مرة أشوفها ودزولي منها ثنيين بس وهي هذه الفاكهة اسمها رامبو تان أول مرة تسمعون بيها مو انا امو المرة اسمع بيها خلونا نفتحها من الشيس طبعا شكلها تحسها بيها اشواك فتشي غريب يعني تحسها كان فضائي مو فاكهة شباب باعوا شكلها شلونة هذا الشكلها قاعدة تشوفون شكل غريب كلش طبعا هاي الفاكهة جاية من ماليزيا اصلها بماليزيا يزرعوها هناك خلونا نفتحها ونضوق ونشوف طعامها ماعرف يعني مشكلة الفاكهة الغريبة متعرف منها ندقصها بسم الله باعوا اللي بداخل ماليته شلونة باعوا شباب شنو هالرقة اللي بداخلها فتشي ناعم مع العلم قشرها شكلها غريب بسم الله خلونا نضوقها ونقيم طعامها واو واو حلوة بيها في استقايا ماذا لنواية النواية ما لسا تشبها في استقايا باعوا شنها في استقايا طعام غريب بين وصف واو شباب حلوة كلش كلش حلوة فوق ما تتصورون الداخل مارت اشي والخارج مارت اشي حرفيا تحسها تقولك الاحجار اللي متعجبك تفيش خك كتب لي بالتعليقات ماكل فاكهة الرامبوتان اللي هي هاية الرعا الفاكهة اللي بعدها اسيلك سؤال اش كم نوع تفاح ماكل ماكل تفاح احمر واخضر واصفر وماكل تفاح صغير هذا الصغار صح لو لا بس ما اعتقد ماكل هذا التفاح انبهر شوف شايف لكي اش تفاحة اذا تباوع ممكن اغرب تفاحة اشوفها بحياتي يوز بالك هذا التفاح يسموه ابل روز او احيانا يسموه تفاح الورد مابهي ريحة ماعرف ليش هذا اصلا بالهند يعني اي جاني من الهند طبعا ملمسة قوي كلش صلي بتحسة مو مثل باقي التفاح انه ينتجعه عصبيدك ريحة مابي طعمه ماعرف اسرح نكتشفه بس خلى روح اقسلها وارجع لكم لما غاسلها كانت بتشيس انتشيسة وملفوفة فخلى روح اقسلها وارجع لكم تمام شباب غسالتها وهس لازم انجربها بس خلى نقصها من الداخل ونشوف شون شكلها بسم الله شكلها يعني قريب للتفاح بس اقوى اصلب من التفاح مثل ما قاعد تشوفون شكلها على شكل قلب ما الحب اي يو خلونا نجربها ونضوغ طعامها شلونة هل يشبه التفاح لو يختلف بسم الله ما ادري حس حس طعامها تفاح فاهي بس يشبه العرموت بس ترفم ان تعضها هيتشي مو قوية ما العلم تشارة قوية بس من عضواتها خفيفة شو ما عرف ليش طعامها خفيف هيتشي تحسها بحق الكيتي تذوب ما العلم هي قوية من تلزمها ما عرف شو هاشرع لك بس هشة هشة من تعضها هشة بس ما بيها حلاة قوية وطعامها مائل للعرموت طعام غريب يعني هسه السلساني قاعد يلطم شناش قاعد توكنني شنه هذة ما داي عرف شن السلفة حتى اقلي ما قاعد يستوعبش قاعد اكل يعني شغلة غريبة اول مرة ضوغيش طعم لا جديات قوية ومن تعضها صير هشة ما عرف شنون شوفوا يعني هسه هذة جلت قوي قوي يا عيال بس بيت عذا برر تموع بحلقك ما عرف شلون يعني كطعم فاهي شوية بس طيبة اعتقد هاي تفيد اصعاب السكر ولا هي الفواكه كلها مفيدة لها للسكر ما راح افضرهم لان هو سكر طبيعي مو مصنع فيضرهم عموما ماكل هاذا التفاح اكتب لي بالتعليقات ونروح للفاكهة اللي بعدها اليوم اغرقك اغرقك فواكه اليوم اقطبني قام التوجهة لي يا عيال اسيلك سؤال تحب تتريق قيامر اليوم جايب لك فاكهة قيامر قشطة ولهذا السبب تسمى بفاكهة القشطة طبعا ايجتني بهذا الشكل خلونا نفتحها او مي جود باع شكلها شكلها مايبشرة بخير يا عيال شكلها مو قشطة شكلها مادري شلون وحسها ممرودة حسها هيتش ممرودة ماعرف شوفوا شكلها شباب تحسها مو قشطة تحسها فاكهة غريبة كلش واعتقد مايعة لعني ممرودة ماعرف باع راحة راحة هشة هشة كلش اوكي ماذا؟ باع شكلها شباب او مي جود لحم هذا سمج عبالك مو تلاحظون سمج يا عيال باع شكلها سمج مستوي باع شوفو عبالك سمجة بس لنضلومة خلو نضوق طعامها شوفها شلون بسم الله ماذا؟ تقصد القشطة طعام القشطة او مي جود باي باي شباب حرفيين طعام قشطة سبحان الله باع نوة باع نوة هذا النوة مالت أباعوا شباب طعام قشطة شكل سمج الريحة ماكو ريحة الطعام قشطة لا تسألنش لون بسم الله او ممكن ارطي مفاكية كالتالحد هسه ماهو قبع العلم ممرودة شباب لاحقه كلش باش طيبة رهيبة حالاتها رهيبة كلش حلوة كلش حلوة والطعام قيمر قاعد تاكل قيمر لازم تجرب هاي الفاكهة بس جيبها اقوى منها ايمالت شوية ممكن تخروا ارادت تخرب شوية بعدها شوية تخرب باعوا يعني مايعة رايحة منتهية بسعرها غالي على فكرة مرخيصة اروح للمنتج اللي بعدها يا منتج اروح للفاكهة اللي بعدها فاكهة اللي بعدها قشطة قاله قيمر قاله بخمسمية الفاكهة اللي بعدها او الثمرة اللي بعدها حضرت جنابك ماكل جوز الهند ضايق جوز الهند صح اللي هي هاي صورته اليوم جايب لك جوز الهند شكله يختلف طعمه يختلف ومو بس هاي يجيو يا قصبة اليوم جايب لك جوز الهند التايلاندي شوية مشنو الشكلة طبعا تيجو يا قصبة عصير جايب لك عصير مع الجوز الهند بس هو جوز الهند جايب من تايلند سعره اكيد غالي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لازم نفتح الجيس هاي القصبة ماتتنش لحها شوف شباب شافي لكم ميت جوز الهند بس باوع عادة ان يجيبي شعر وماذر شنو بس باعو هاده شلون جاي مغلف اعتقد مقصقص ويت شيش يجي شكله شوف شباب شوف شكله واو حاطيلك هنانا شوفوا اعتقد حاطيلك هنا القصبة تشرب منه تخيل هاي القصبة تقعد هنا تنزرف منه تتخيل بسم الله قعدت دخلت شباب يومي عيال بله خلا نضوك بداخلها شباب حليب جوز الهند المفروض بسم الله شينو هذي واو بهذا الحر هسته هذي تحطها بث الله جمالكو يجرش الله يا تايلندا عش نفس مصيف مصيف وعل بحر قاعد وحطهاي بصفوي واو بسمع اسمع بهذا شي اسمه وحليب هذا مو يسموه حليب اللي بداخلها شي يسموه كنت بولي بالتعريقات انا عاجبني اقصها بس ما بيحيل اعتقد هاي قوية لازم اقصها وبداخل اكو جوز هند تاكله اروح للفاكهة اللي بعدها اليوم اغرقك فواكهة اليوم اليوم اري جايبلك فواكهة فر لكن العالم فر صار لشهر انتظرهن اوكي شباب الفاكهة اللي بعدها هي فاكهة شبيرة نوعا ما بس خفيفة شكلها شبير بس خفيفة اللي هي هاي الفاكهة شوش كبرها هاي اسمها فاكهة البابايا طبعا هاي الفاكهة من كثر ما مفيدة دائما الأطباء يسوون منها خلطات للبشرة يسوون منها شامبوات دائما يقول لك مستخلص من زبدة البابايا كريم مرتب مستخلص من فاكهة البابايا شاف بالإعلانات هاي يطلع على VCO وما تعلم شهو رواتنا السينما بابايا! ما عدوا بقال بس من البابايا مستخلص من البابايا! ما عادوا بقال بس البابايا! ما كوا مستخلص من الأخيار! بس البابايا! فاليوم انا كتن الفضول وجيبت فاكهة البابايا! قردي شوف شو نسع الفتحة! بسم الله! خلنا نحطها. ونفتح البابايا! اخ! هي ها البابايا! شوشكلها هي غريب! او ماي جود شن اخياره شوفوا شباب شجار تحس ماعرف شكلها عن قروب معا عن بالبابايا مستخلاص من زهرة البابايا هاي البابايا شباب بابايا لو باباك اوكي تعالوا خلوا نقص البابايا قصها بالعرض لو قصها بالطول اعس بالعرض اكو اكو اشي سموها بذرة او نواية هي تشي تشبيرة شون المنقة فماعرف خلوا قصها بالطول بسم الله ماشي انها طلعت حتى ماكي نواية لا نواية لا بطيخ كأنها مقدة دقوس رقية بسم الله جاهزين تشوفون الشكل واحد اثنين ثلاثة بق هاي البابايا شباب شكلها من الداخل رقي شباب شوفوا شوفوا اطرافها رقي تحسوها صح لو لا بس رقي خربان او رقي اصفر رقي يعني موزيا شوفوا شكلها من الداخل رقي رقي نشتمها ريحتها مادري شنو ريحتها ماكو ريحها المشكله شبه هاني شوفوا مادا اشتم خلونا نقص إنه شيف امن البابايا او ماي جاد باعوا تحسها نعمة هيك يعني لينة بسرعة انقص باعوا ايك بسم الله جاري تجريب البابايا هاية اكل هذ الفوق لو قصها هذا شو عест غلط هذا ما ادري هذ الفوق شو عست غلط ينيكل هذ الفوق لو ما ينيكل ما ادري خلنا نجرب بسم الله ما رفض شي حلو حلوة كلش طيبة هاي البابايا طيبة غريب طيب شباب شو الفواكه كنين اختلطن بحل قصارنا كلن نفس الطعم ما عرب بس طيبة بطلب الطعم هيشبه طعم البابايا ممم بس والله طيبة شباب رقي بس بس مو رقي يجيك خطار اشتري لبابايا وشايف على انه هو رقي رح يتخبل الشكل رقي ومو رقي عادي رقي تعبان والطعم يشكشج يصدم يصر بي خرعة حتى شيف باعو شوف صارت شيف رقي باعو ابا كان داكن رقي شوفو اه باع رقية تقلبها جلت حيه متعرف شو سالفه واخيرا شفت البابايا اول اول مرة شوف البابايا قول لا بس سامع شامبو مستخلص من البابايا هاي مفيدة للبشرة مفيدة للشعار بي اكون مفوائد هاي الفاكهة شباب طبعا قناة يومية واحدة راقي حتى البابايا يشوفك ياها شو يريش بالبابايا ها مش عارفة طعام هانا قلت شو طعمها شوف موزة بس صلبة بالضبط نبس طعم الموزة بس صلبة يعاني مو تشي لينة تموع بحلقة موزة بس مو موزة يعاني فهمت الفكرة يعانها طعامها موزة بس هي مو موزة لانه قوامها مو قوام موزة هاي البابايا نروح على الفاكهة اللي بعدها بباية اخ بطني اعيال بطني قامت توجعني اسمع اسمع اركز علي الفاكهة اللي بعدها هي فاكهة هاي السنة العالم قامت تنشر بيها بشكل مبالغ بي وكأنما هاي السنة اكتشفوها وفعلا انا هاي السنة يلا شفتها الفاكهة هي التين الشوكي شوفوا هذا هو التين الشوكي طبعا على فكرة هذا مليون اشواك اذا لزمت بيدك هيشي مثل ما انا لازمة رح يفوت باصابيعك وصعب يطلع بس تعرف اني بطل خارق ما اثر بيهاي السوالف لا تشذب اكتشفت انه اكو طريقة يتوخر هاي الاشواك من عدة وهي تحطها بطاسة وتخلوا ياه ثلج ومي وبهاي الحالة الاشواك رح تختفي ما اعرف واني تروح ما اعرف فاليوم اريد نجربها انا وياكم ونشوف شنو طعمه خابصين اشب شرفكم هالفترة مو 24 ساعي الناس دونبي تين شوكي تين شوكي تين شوكي تين شوكي تعالوا خلي نفتح التين الشوكي ونشوف شلون طعمه بصراحة اول مرة رح اضوقي هالسحرفين ما ضايقة ولا مرة بسم الله شفتهم شون يقصوا تقص منها طرف انه بدل قصي شي شوية انه وبعدين تفتح منها وبهاي الطريجة شوفوا او ماي قاد انه بارد ويطلع بهذا الشكل بهذا الشكل يا عيال هذا هو التين الشوكي هذا ينزرع ما بي حالي شرعلكم شوف هاي الصورة بص حاري بلا ماكن الحارة على الصبار يطلع منه يتشفجع من وحده بسم الله اي شنو هاي شنو هاي شباب شنو زفر هاي ريح تخيار وطعمه الزفر وهذا التين الشوكي اوه ما طيب شباب ما طيب هو حلو طعمه حلو بس زفر شقوني شق التين الشوكي التين الشوكي لا 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 ما حبيته اكتر فاكيه ما حبيته لا 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 ما منعشاق التين الشوكي لا لوح نروح نروح للي الفاكيه اللي بعدها بسرعة تمام شباب الفاكيه اللي بعدها هي هاي يجوني بهذا الصندوق هاي الفاكه اسمها Golden Berry تعالوا خلو نفتحها ونشوف شكلها من الداخل بسم الله شكلها غريب يا عيال شوفو هيتش يجي وهذا الشكل هذا هو Golden Berry على فكرة هذا ينزرع بأمريكا الجنوبية فجبته من أمريكا الجنوبية طبعا ينفتح بهاي الطريقة شوفو تطلع بداخل الثمرة اللي هي هاي هاي هي Golden Berry خلي نجرب ان شاء الله تطلع طيبة ريحتها لحتنو عمم مقبولة ريحت فاكهة ماعرف شنه هي بسم الله بسم الله بشنا هاي احموضة بس وحدة لأخ وحدة لأخ حموضة بس طيبة يا عيال بسم الله وعلى الشيء ما بيها نواء يا شباب تخيلت تأكل قوجة ما بيها نواء واو м NO ونروح للفاكهة اللي بعدها الفاكهة اللي بعدها هي هي هاي الفاكهة اخ شباب التشكتشك كل الشباب تشوفون هاي الأشواك اللي بيها شباب التشكتشك مدى اقدر ألزمها عارفيا كلش قوية هاي شباب الأشواك هاي الفاكهة اسمها فاكهة الدوريان بصراحة كل شي ماعرف عنها بيها ريحة مدري ريحة فتشي ماعرف ريحة غريبة حاسة خربانة مادري بس ثواني نحطها هنا تقول شلون راح نفتحها أصلا معفنة معفنة شباب معفنة باعوها خربانة لا اقول بيها ريحة خربانة خلنا نروح نذبها حمزيها ما جربتها ومتللزم شباب التشكشك يعني ماقدر 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 حط شيز جواها متللزم حرفيا متللزم وثقيلة ونروح للفاكهة اللي بعدها أحسن لنه أوكي شباب الفاكهة اللي بعدها هي هاي الفاكهة كان هاي أول مرة تشوفيش فاكهة بالعالم شكلها يشبه البيتنجون واسمها مانغوستين اسمها غريب طبعا يقولون شكلها من جوه يشبه الثوم بتضبط شنها الثوم ريحتها ماكو ريحة حاليا ماعرفاني فاقد حاسة الشم تعالوا خلو نفتح هاي الفاكهة الغريبة ونضوق طعامها ونشوف شون شكلها من الداخل بسم الله يا اخي جلدها صالب مشكلة انا ماقدر اقصها من النص واخرب شكلها بسم الله نفتحها ماذا سبحان الله ثوم شوفوا شباب فصوصة مع الثوم واو باع عين ثوم شوف الفص مالته حرفية الثوم بس خشوف طعام ان شاء الله يطلع طيب سبحان الله رب العالمي شكل خالق فاكه بسم الله واو 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 الشكل الثوم الطعم الطعم كرز واو لا هاي 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 تفوز هاي كارثة هاي كارثة المانغوستين ما شون نواية؟ طعامها يشبه الكرز بس على احلى ما بيها حموضة قوية رهيبة وشكلها صدق يشبه الثوم ماكلين المانغوستين كتولوا في التعليقات اروح للفاكهة اللي بعدها جاي بلكم كومه وين رايحة؟ لا تروح دك فواكه اليوم تعالوا خذلك فص ثوم الفاكهة اللي بعدها يمكن من اخف الفواكه اللي اللي زمتهني بايدي قياسنا لحجمها هي هاي الفاكهة هاي الفاكهة اسمها باشن فروت شوفوا شباب حجمها تشبير بس وزن ماكو تحشها يلفت شي فارغ كلش خفيفة شباب شوف تفاحة فارغة تخيلك وعدك تفاحة بيدك لازمها بس الداخل مالتها كلها مفرغية ونبقي لك بس الغلاف مالتها ولازم بيدك بالضبط شوف شكلها عن قرب هاي هي الباشن فروت طبعا هاي موطنها الاساسي او المكان اللي يزرعو بيها بالبرازيل فاجتني من البرازيل وغالية ما نصحك تشتريها تعالوا خلوا نفتحها ونشوف شون شكلها من الداخل بسم الله اوه النوب قوية صلبة بس خفيفة شون السافة بسم الله شونها المي بسم الله شونها شكلها شوف شكلها شباب هاكلها بخاشوكة لو شنو او ماي جود ما قلكم تحسوها طوبة فارغة فعلا فارغة بيها بزلني شوفوا شوف شكلها شباب هاي هي الباشن فروت او ماي جود اول مرة شوف هاي الفاكية بحياته وحس اول مرة راح اضوكها قدامكم شون راح اكلها شيلها بيدي يعني راح اكلها هيج شباب هيج واو طعم موطة حرفين اكون موطة بهاي نكة ما اعرف شافين هاي الموطة البرتقالية المي وثلج عينا ما اجتني كله بالخاشوكة عيش بالخاشوكة افضل وهالحبوب دا قرطها تنقرط هاي الحبوب لو دا طلحها اغرب فاكية اضوكها بحياتي شوفوا شباب مليانة مي وكلها بذور هاي البذور ااكلها لو اذبها لان هي مابية غير بس بذور هاي ما بيها بس بذور بس طيبة البذور طيبة اوه بطني شباب تعبت يلا كنت اقوم منها خصته حقه يلا قوم خلاكل هاذا الجزر الجزر صغير شايفه الجزر امريكي هاذا شباب شوفو ايجي يجيب هذا الحجم شوفو شوفو هذا حجمة لعبها لك هذا قاصي ومقطعيلا هو هذا حجمة ايجي تش صغير يسموا جزر بايبي أو small gezer باع انت عالي انجليزي small gezer جزر ش يسمى في الانجليزي نسيت small gezer المهم شوفوا باعوا هذا الفرق هذا الجزر الطبيعي وهذا الجزر الامريكي الصغير شوفوا فرق من السمال القعبع بسم الله يا ايه شكشيت بس ما قدر اكل شباب اتعبت انه مو بس يجي شباب مو بس يجي شباب هذا البرتقال الطبيعي شوفاه هذا البرتقال اللي نعرفه بينما هذا البرتقال الزقج او البرتقال القزم شوف تخيل موطنها الاساسي الدول الاسيوية وشينهاي مقسبة هاي وشينهاي شو تفلشت وات وات شينهاي بسم الله شوفوا يا عيال شكلها ووو تلاحظون حسن لازم اكلهاي غيرت جوة شيلت شوية فتشي سباع وكلها موي بطيخ طعمها بطيخ عين البطيخ شبال ريحة حمالتها شمام ريحة شمام بطيخ عارفين بطيخ 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 دابوك داكل بطيخ بطيخة بطيخة داكل بطيخة سبحان الله والله العظيم مش قدك وفواكه رهيبة يا اخي وعلى فكرة كل فواكهة من هذا اللي اكلت بها هواي فوائد بس انا ما عددت لكم الفوائد لان الشرح رح يطول تقدرون تبحثون على كل فاكهة وتشوفون شقد بها فوائد خصوصا هالفواكه النادرة بها هواي فوائد اخ بطني واني خلف الكواليز قاعد اكل كومة خاف عباركم واني قاعد اكل بس هذا اللي شفتوه اخي رقوم حبيبي خلصت فواكه خلصت فواكه خلصت بعد ما عدي فواكه غير هذا النبق النبق الافريقي هذا نبق افريقي شوف شكله نبق افريقي شوف نجربه بسم الله وات هواي لي اسمح صوت القرمشة شايف لكي شي نبقه عبارك قاعد تاكل تبس ليز اسمع اسمع ماذا قد طيب هذا النبق الافريقي هل تقول لي ما بينوه والت يا هاينوه حمزي عباري ما بينوه شان اختراعت يلا قد قوم بنا خلصت الحلقة بدي اكون نبق انسان دي اكون نبق يلا قوم بخلصة الحلقة خلصت ما عدي بعد فواكه غير بس هاي الاناناساية التايلندية بعش قدوتها هاي شوف لك هاي الاناناساية هاي قدوتها شوفوها اشبيك بابا لزاكت ما جربها كافي كافي هو شوفتك فواكه صحيح اريدكم تكتبوني بالتعليقات شنو اغرب فاكهة شفتوها وشنو اغرب فاكهة ماكليها انتو بحياتكم موجودة عدي لو ما عندي على فكرة عدي بعد هواي فواكه بس ما بيها صدقوني الآن اصوي لكم جزء ثاني اذا حبيت الفكرة اصوي لكم جزء ثاني صحيح نسيت شغلة كلش مهم ما ريد اقول لكم عليها اخ بطني اخ بطني اخ بطني اخ ه ه ه ه ه ه ه ه لاش عبالج سي مش بيش ما علي فيدش عيني ويلا لك تكون منها خصة حقي